أمام فريق واحد من أعظم الفرق في أفريقي النادي الترجي التونسي واحد من أهم وأكبر وأعرق الفرق التونسية عنده عناصر مميزة كتيرة جماهير على أعلى أعلى مستوى بتدعم الترجي طوال الوقت بالمناسبة ما فيش مشكلة لما بيبقوا مغلوبين واحد ولا اتنين ولا حاجة أو لو متعدلين أو لو كسبنين واحد ولا اتنين ولا حاجة تجد أن جمهور الترجي دايما من الجماهير اللي بتقف في ظهر فريقها مهما كانت نتيجة سواء كده أو كده فريق الترجي عنده طموح التتويج بهذه البطولة خلي بالحضراتكم جماعة أنا هطلع بره الكلام ده شوية لأنه صدقوني مباراة في منتهى 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 الصعوبة إيه اللي بيخليني أقولي الكلام ده كل يوم لما بقعد أتفرج على مطشاط اللي ساتت لفريق الترجي لما بقعد أتابع التصريحات اللي بيقولها المدير الفني لما بقعد أشوف الجماهير الترجي بتكتب إيه على الجروبس عندهم هناك في تونس أنت بتعمل آه بعمل كل ده وبشوف كل الحاجات دي كل يوم الثلاثة أربعة خمسة يام الأخيرة كل يوم أنا بعمل هذا الكلام وبدور وبشوف الناس بتتكلم في إيه الناس عندها جمهور الترجي عنده هدف أنا ليه بقولي الكلام ده وليه بقوله لحضراتكم لأنه لازم تبقوا عارفين أن احنا مسندت ودعم جمهور النادي الأهلي أهم من أي حد تاني جمهور الترجي أملهم في الحياة دلوقتي أن هم يكسبوا النادي الأهلي ويكسبوا البطولة الإفريقية ما بيفكروش في دوري ما بيفكروش في كاس تونس ما بيفكروش في المباراة أو إيه اللي حيحصل بعد النهائي لا 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 فريق الترجي ما بيفكرش في حاجة خالص خالص غير إن إزاي يكسب النادي الأهلي والرسالة دي أنا بقولها للعبين بالمناسبة كمان لازم توصل لكل اللعبين